نازلنا معكم مشاهدين في هذه التقطية الخي على الهواء مباشرة لذكرى الخادية عشر لثورة 30 من يونيو نناقش معادلة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية ومازال معنا ضيفنا سيادة الواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية برحب بك مجددا سيادة الواء أهلا وسيلا كلمة الرئيس لمست هذا الجانب بشكل مباشر بالنظر إلى التحديات الحالية هو تحدث في ذكرى الثورة اليوم عن جسامة التحيات يعني للقضاء على الإرهاب خلال السنوات الماضية وتحدث عن التحديات الحالية ما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني وبين يعني محاولات التهجير القصري الذي ترفضها مصر يعني بكل الطرق هذا يقودنا إلى أن التحديات لم تنتهي بل إزدادت إزدادت خطورة صحيح صحيح يعني أنا عايز أقول أن إحنا إحنا أمننا الحدود الأربعة تكلم بشكل مفصل ووسيط وبالتالي إحنا عزلنا الإرهاب اللي بره المنطقة عن الإرهاب اللي موجود في مصر وأنهينا الإرهاب اللي موجود في مصر وبنعم مشاعر التنمية والمواطن نحس بالأمان لكن ما زال الإقليم مشتعل بصورة مختلفة ممكن نشوفنا في الشرق دلوقتي الشمال الشرقي الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة ومحاولات التهجير والمشروع بتاعة تهجير الفلسطينيين ده مشروع قديم هم الإسرائيليين بيورسوه جيل وراجيل من الخمسينات خد شكله النهائي في دراسة مهمة جدا عملها مركز عائل الإسرائيلي فالموضوع موجود يعني بوضوح شديد جدا وكان موجود بوضوح لكن لم نرى بهذا الشكل الفج إلا بعد حرب الأخيرة على قدر لأنه هو بيظهر وبيختفي لكن بيورسوه جيل وراجيل فعشان كده لازم أنا أورس الوعي ورده جيل وراجيل لأنه هم الموضوع ده لما تتبعيه هتلاقي جزوره من الخمسينات فإن شاء الله يعني قدرت مصر تخلي العالم يتكلم لغة واحدة إن ممنوع وضد مشروع تهجير الفلسطينيين خارج أردهم سواء إلى غزة أو من الضفة إلى الأردن وفي تنسيق مع الأردن قدرت مصر تخلي العالم يتكلم هذه اللغة الحقيقة ودي كانت سابقة ما حصلش قبل كده ونقطة قوة عالية جدا أيضا ما ننساش برضو لما نلاقي البحر الأحمر واستداف السفد ما هذا الشكل المونهج وده أثر على سلالة سل الإمداد ورفع التأمين على النقل البحري وأثر على الأسعار ينترى شكل ممنهج للضغط أيضا بالضبط بالضبط الإرهاب ليه صفات مختلفة شوية عشان لما نعرفها نعرف إيه اللي بيدور في الإقليل وأكيد مواصفات الإرهاب الآن اختلفت عنه سنوات كثيرة صحيح صحيح أول صفة أن الإرهاب له تمويل خارجي نعم من دول يعني إيه ما تلاقي جماعة إرهابية معها سوريخ أرض أرض مش ممكن تقدر تشتريها استحالها يعني إيه جماعة إرهابية تعرف تعرف وترصب بدقة عالية جدا حركة السفن اللي لسه ما دخلتش بما بالمندب وتعرف مكانها وتضربها في المكان والزمان اللي هي متواجدة فيه ده معلومات أجهزة وخارات دول دي نقطة مهمة جدا لازم نعرفها الكم العالي من الصواريخ على اختلاف أنواح صواريخ كروز أو صواريخ براستية أو تقرأت بدون طيار بكسافة واستمرار كثير ده مش إمكانات جماعة إطلاقها يعني معنى ذلك أن هناك دول تحرك هذه الجماعات بالزبط كده لمصلحتها تمام برضو أرجع لمصري يعني إيه 3000 عربية دفع 4x4 حديثة محملة سلاح وزخيرة دول يتنقلوا إزاي من المصنع لغاية المنطقة دي أساسا فإرهاب يعني إيه يعرف مسارات في الصحراء الحقيقة عايزة صور أمر صناعية عشان كده بقول الإرهاب ترعاء دول بترعاء بأشكال مختلفة ترعاء بسلاح وزخيرة ترعاء الحقيقة بمعلومات ترعاء بانتقالات منقول عدد ضخم وده طبقا لتأرير الأمم المتحدة في 2019 تم نقل عدد آلاف الإرهابين من سوريا إلى ليبيا النقل ده يتم إزاي المسافة دي كلها فإذا من ضمن الدعم ونقل من ضمن الدعم أموال بتضبط معهم أموال كتيرة جدا وعملة صعبة مش ممكن العايشين في الصحراء دول معهم هذا الحقيق من الأموال فبالتالي ده شكل إرهاب الموجود في المنطقة هو شكل غريب جدا علينا ما شفناهوش قبل كده على مرة التاريخ عشان كده ترى هل ترى أنا مصر أدركت هذا الخطر يعني بعد طورة 30 من يونيو لذلك كان هناك يعني من هاج واضح لتأمين كافة حدود مصر وعشان أجاب بصورة عملية هذا الإدراك تم ترجمة في قانون مكافحة الإرهاب يعني أنا أرجو والله المشاهد أعمل داوندود قانون مكافحة الإرهاب لقانون 94 سنة 2015 وشوف القانون بيتكلم إزاي عن شكل مكافحته وشوف شكل إرهابي جديد شكله إيه هذا الإدراك كان مبكر جدا من مصر ومن القوات المساحة المصرية وبالتالي قدرنا ننجح فيه مكافحة الإرهاب الإرهاب من ضمن برضو صفاته السيئة أنه يريد أن يحتل جزء من أرض الدولة تحت مظلة دينية ومطالب عرقية يعني هتلاقي داعش عايز أرض عشان يقيم الدولة الإسلامية في بعضه هنا كانوا عايزين أرض تحت مظلة دينية فهده من يريد أن يحتل جزء من أرض الدولة المستدفة وكان زمان هو بقتل المختلف معافي فكر لكن دلوقتي عايز جزء من الأرض يحارب دول بالضبط يعني خد أراضي من دول وده شكل غريب النقطة المهمة جدا في مكافحة الإرهاب في مصر ممكن نقطة ممكن لازم نفهمها وهو مكافحة التطرف في مصر لأن التطرف هو المربع اللي قبل الإرهاب طيب هذا أمر يعني ثورة 30 يونيو اسمح لجيادة الواء تترجمه ويعني هي خير دليل على أن المصريين يعني في قلبهم وفي عقيدتهم رفض التطرف والإرهاب يعني لذلك نزلوا في ثورة 30 يونيو احنا شعب وسطي ما يعرفش أقصى اليمين وأقصى الشمال لكن في ظل التطرف عبر الحدود زي الإرهاب في ظل منظومة اتصالات انترنت وفضيات عبارة الحدود غير مسائطة عليها فالأفكار المتطرفة بتنتقل فأنا الحمد لله أن مؤسسات الدولة الدينية سواء الأزهر أو الدار الإفتاء أو وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية أيضا أدركوا هذا الشكل من التطرف العبر الحدود وعمل الحقيقة ما تشوفي على موقعهم وتحركاتهم أيضا مؤسسات اشتغلت لأن أنا ما سيبش المواطن هو اللي يصده منفردا طيب ترى أن التطرف ما زال يشكل خطرا على الدولة المصرية؟ طبعا لأن الأفكار في كلمة واحدة عشان نقول بأسلوب علمي الاتصالات العابرة للحدود غير المسائطة عليها ما زالت موجودة وبالتالي الأفكار بتنتقل منفعش دولة تقفل دلوقتي الانترنت وتقفل الفضائيات اللي حواليها وبالتالي الأفكار هتنتقل هتنتقل وبالتالي هذا الانتقال هينتقل للمواطن مش كل المواطنين خبراء أو عندهم خبرة عالية جدا في علوم الدين فأنا المواطن هو خط الدفاع لكن خط الدفاع وراه مؤسسات ضخمة وعية وده الحمد لله موجود في مصر مؤسسات دينية قوية جدا على اختلاف أنواحها سواء مسيحية أو إسلامية قادرة تدرك ما هو موجود وتبقى بتوعي المواطن عشان المواطن يشوف اللي هو عايزه لكن يبقى مؤمن لأن أرجع تاني وأقول التطرف والمربع الذي يسبق الإرهاب يعني الإرهاب ده بقى متطرف قبل ما يكون إرهابي فأنا كل ما أنا أواجه التطرف بسرعة محترفة فأنا بقلص الناس اللي هتطلع تبقى إرهابين وده الحمد لله تقريبا دي نكحة جدا في مصر واستغلينا أن الشعب مصري شعب ووسط لأساسها صحيح يعني عمرنا ما تكلمنا على مسيحيين ومسلمين ولا سنة وشيعة كلهم بالنسبة لنا كان المشهد واضح في 30 من يونيو أن المصريين سواءوا على كلمة وحيدة ولديهم ثقة يعني جمى في الجيش المصري طيب هذه الثقة كيف تم يعني بالاعتماد عليها طوال هذه السنوات يا حضرك تحددت عننا مواصفات الإرهاب أصبحت يعني أشد خطورة عن السنوات السابقة صحيح ده تطلب تدريب خاص لقوات الجيش المصري لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية هي ليست جيوش نظامية صحيح يعني دولة تحارب دولة أخرى لكن على أعلى مستوى هذه الجماعات الإرهابية وتحركها دول كيف كان الجيش المصري قادر على هذا التحرك صحيح ده سؤال مهم جدا لأن الجيوش النظامية واضحة وموجودة وده بابة حجمها كبير وممكن تتضرب تتكلم عن الإرهاب من ضمن استراتيجيات وأنه يحتمل داخل المدني وداخل المنطقة المدنية صحيح فببساطة كده يتضربني أنا والمدنيين يتسيبني أنا والمدنيين فمكافحة إرهاب محتاجة معلومات في منتهى الدقة مستمرة مستمرة علشان أنا أقدر كفرض مقاتل أختار السلاح الصح والزخيرة الصح علشان أقدر الإرهاب يدون المساس بالمدنيين أو ممتلكته وده كانت المعادلة الصعبة اللي فيه دول والله عظمى ما قدرت تطبقها وانسحبوا بعد ما قعدوا عشرات السنين في مكافحة إرهاب فمنظومة المعادة كانت في مصر الحمد لله جسد المخابرات كانت في منتهى الدقة ودقة وأداء رائع أنه قدر يوفر هذه المنظومة الدقيقة باستمرار طول الـ 24 ساعة وحتى الآن ومستقبلا إن شاء الله وقدرت القوات المسالحة والشرطة مع بعض بمساعدة المدنيين أنهم يختاروا الأهداف بدقة وعايز أقول الحركة أن فيه كان فيه بعض العملات بتلغى نظر لوجود الإرهاب وسط المدنيين بس إفضل متتبعه حييجي حييجي بس أنا مش عايز المدنيين أو متلكاتهم يتم تأثيرهم نتيجة أعيرة أعيرة عالية فيه دول كتبتدرب بعيرة زخير طرطة عيارة عالية جدا الموجة الانفجارية نفسها بتهدي بيوت وده ما حصلش في مصر إذن منظومة معلومات اختيار السلاح نتيجة الجفاء أو الخبرة اختيار السلاح ودقة السلاح والزخائر على اختلاف أنواحها التتبع المستمر مراعاة البعد القانوني مراعاة البعد الإنساني وأنا بحارب الإرهاب لأن أنا حقيد التحرك في مناطق ودي نقطة مهمة جدا من ضمن النقطة اللي أنا برضو بكررها وأركز عليها وهو السيطرة الكاملة على الاتجاهات الاستراجية الأربعة لمصر حدود مصر الأربعة لأن دي نقطة مهمة ليه؟ لأن ما زال الإرهاب موجود في الإقليم نعم مخلص للأسف أكيد مخلص للأسف